تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ زين بن تخالد بن عبدالله الخليفة رئيس مجلس أمناي مؤسسة المبارة الخليفية اختتمت المؤسسة برنامج إثراء الشباب الذي تنفذه المؤسسة للمرة الثانية على التوالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حيث شرك في فعاليته وأنشطته التي بدأت في شهر فبراير الماضي مئتا طالب وطالبة من المرحلة الاعدادية في المدارس الحكومية وبهذه المناسبة قالت سمو الشيخ زين بن تخالد الخليفة أن تخريج الدفعة الثانية من مشاركي برنامج إثراء الشباب في عامه الثاني جاء نتيجة للنجاح الكبير الذي شهده البرنامج في العام الماضي ويوضح مدى حرص المؤسسة على تسخير إمكاناتها وتوجيهها إلى الطلبة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال الاستعانة بجملة من الأنشطة والبرامج المتطورة في مجالي التعليم والتدريب وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والأكاديمية الملكية للشرطة إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني وأكدت سموها بأن مؤسسة المبرة الخليفية على تواصل مستمر مع أولياء الأمور والطلبة لمعرفة آرائهم واقتراحاتهم حول مختلف البرامج والأنشطة التي شهدها البرنامج بهدف تطويرها إلى أفضل المستويات إيمانا من المؤسسة بأهمية فتح قنوات التواصل لتعزيز وإثراء البرنامج وأثنت سموها على التعاون الملموس بين مؤسسات المجتمع المدني الذي شمل القطاع الحكومي والخاص والأهلي ودعت جميع الجهات التي ترى في شباب البحرين سواعد فتية وعقول نيرة قادرة على حمل لواء التنميات والتطوير للمساهمة في هذه الجهود والبرامج التي تمكن الشباب من استغلال جميع إمكاناتهم وقدراتهم من أجل مستقبل زاهر للبحرين في ظل القيادة الحكيمة من جانبهم أعرب المشاركون وأولياء أمورهم عن إعجابهم بالمستوى المتقدم الذي بلغه برنامج إثراء شباب في نسخته الثانية لما حمله من العديد من المهارات والقيم النبيلة التي تستهدف تنمية المواهب وصقل المهارات الشبابية بالإضافة إلى توفير البرنامج بيئة مناسبة لهم تستوعب طاقاتهم وتوجهها نحو خدمة المجتمع والوطن ترجمة نانسي قنقر